كارثة اقتصادية وشيكة كانت تنتظر اليمنيين بعيد انهيار العملة الوطنية ووصولها الى مستويات غير مسبوقة خلال الاسابيع الماضية وضع دفع بالمملكة العربية السعودية للإسراع بالاستجابة لطلب الرئيس هادي وإيداع ملياري دولار في الحسابات الخارجية للمنك المركزي اليمني خوفا من تأثير ذلك على سير الحر ولضمان الاستفادة القصوى من الوديعة السعودية يرى مراقبون انه يتوجب على البنك المركزي إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف حتى لا يظل الدولار خاضعا للمضاربات المصرفية التي تسببت في انهياره خطوات البنك المركزي هذه يجب ان تتبع ايضا بمراقبة السوق المصرفية وحركة تعاملاتها حتى لا يتم تهريب العملة الوطنية الى الخارج وذلك لن يتم الا بتحديد البنك آلية مناسبة للاستيراد والتصدير خاصة تلك المتعلقة باستيراد المشتقات النفطية والمواد الاساسية وبموازات ذلك يرى اقتصاديون ان على الحكومة دعم اجراءات البنك المركزي من خلال القيام بضبط المتلاعبين بالسوق المصرفية والعمل على اعادة تصدير النفط والغاز وتفعيل قوانين الضرائب والجمارك لرفض البنك المركزي بالعملة الصعبة ووسط كل ما يحيط بالعملة الوطنية من احداث وتوقعات لا تزال المخاوف كبيرة من انهيارها مجددا خصوصا اذا لم يلتزم البنك والحكومة بحزمة الاجراءات التي تحد من نزيف العملة